العظمة الثالثة من عظام lower limb هي جزء من منطقة الساق في الساق لا سكيلتون عظمة كبيرة تقع واسمها تيبيا وعظمة صغيرة تقع اسمها الفيبيلا التيبيا هي العظمة الكبيرة اللي بتشكل الميديال صايد اسكيلتون اذا مسكنا الراية تيبيا ونظرنا اليها من الانتيريور فيو علشان نقدر نوصف ملامحها التشريحية هنقول ان دي لونجبون لماذا كانت تيبيا لونجبون لان لها اتنين اند اند شفت الاند الاولى هي الابر اند والابر اند لها هذا الشكل وهذا الشكل هو عبارة عن تو كوندايلز اه تو كوندايلز ادي الميديال كوندايل وعلى لاترال صايد دي لاترال كوندايل ايه اللي خلينا اقول دي الميديال ودي في ملامح اخرى لما تظهر هنحدد طيب اتنين كوندايلز واحدة ميديال واحدة لاترال من الامام هنجد فيه بروز سيلندريكل اسمه تيبيال يبقى الابر اند اوف تيبيال من ثلاث حاجات بيدال كوندايل وتيبيال يلي الابر اند الشفت الشفت تعرفها زي ما هو موجود في كل اللونج بونز انها سيلندريكل ماس اوف بون هذي السيلندريكل ماس تقريبا اوف بون اللي بتكون الشفت لها تلاتة بوردرز وتلاتة سيرفزز التلاتة بوردرز الميديال بوردر على الميديال صايد واللاترال بوردر على اللاترال صايد والانتيريور بوردر من الامام نشوفه مع بعض الانتيريور بوردر ماشي فيه ماشي بدي فين وهيمشي ازاي ورايح فين نشوف كده على حسب الرسل بدي من اللقطة دي من عندي التلاتة بورز دي وماشي في الامام وينزل اكروز شفت من الفراند ثم يتجه الى الميديال صايد وهيعمل حاجة مع هذا البروز اللي اسمه الانتيريور بوردر هو كان اوضح وابين من الميديال واللاترال بوردر بما يشبه الزقن في الوجه علشان كده سموه شن شن اف تيبيا يعني دقن تيبيا وده من السبك وتاني اسبارس اوف زي تيبيا دول التلاتة بوردر طب التلاتة سيرفزز السيرفز الاول هو الميديال سيرفز يقع الميديال صايد والسيرفز التاني هو اللاترال سيرفز يقع اللاترال صايد اما البستيريور سيرفز فلا يمكن رؤيته من هذا الوجه ليه؟ لان الوجه ده هو الانتيريور فيو فمش هيبام منه البستيريور سيرفز البستيريور سيرفز يظهر فقط من الخلف نيجي لللور اند اللور اند اوف زي تيبيا مكونة من جزء اثنين الجزء الاساسي بتاعها يقع اللاترال الجزء الاساسي بتاعها اللي هو امتداد الشفت اما الجزء الاخر هو داون وورد برولونجيشن يقع على الميديال صايد واسمه الميديال ماليولاس ماليولاس باللغة العربية معناه الكعب اذا كعب الرجل هي الماليولاس انا عندي ميديال ماليولاس هي امتداد سوفلي داون وورد برولونجيشن اللور اند على الميديال صايد وده اللي على اساسه بيحدد الميديال ديريكشن واللي على اساسه انا قلت في الاول خالص ان دي الميديال كوندايل لانها تقع في نفس الاتجاه اللي موجودة فيها الميديال ماليولاس اما على اللاترال صايد فكانت العظم الاخرى تقع في هذا الموقع اللي اسمها الفيبلر وبتنتش لها جزء من هنا وتعمل نوتش نوتش يعني دوس كونتينيوشن اذا سيرفز اوف بونت سطح العظم بيبقى مقطوع هذا القطع بيسميه نوتش او منتوش يبقى فيبلر نوتش دا على اللاترال صايد ديت الملامح التشريحية الرايت فيمر اه من على الانتيريور فيو طب اذا جينا نظرنا من البصير فيو يعني اخذ العظمة ديت وقلبها وراء فنجدها كالونج بون لها ابر اند عبارة اتنين كوندايل زي اندي شافت ادي كوندايل لاترال وادي كوندايل ميديال طيب الكوندايل اللاترال كان بتتميز بان يوجد عليها هاف سيركل عبارة عن مكان الارتيكيوليشن اوف زاهد اوف فيبيولار في هذا المكان وسموه فيبيولار فست اما الميديال كوندايل من الخلف فكان يوجد عليها ترانسفيرس جروف بيدي اتصال نهائي العظمة اسمها سيمي من بيرونوزا وكان الانسارتشن هو سيمي من بيرونوزا اذا انا عندي الابر اند من الخلف ابر اند من الخلف عبارة عن اتنين كوندايل لاتراكوندايل عليها فيدلور fiبلار فست وميديال كوندايل عليها سيمي من بيرونوزا سجروف مين اللي غاب هنا اللي غاب هنا لأن لا يوجد إلا في الأمام أما من الخلف في مين في الشافت تنزل بعد كده على طول فهنجد الجزء التاني اللي هو الشافت تعالوا شوف ملامح التشريحية بتاعت الشافت من الخلف هنجد عندي هنا هو ده الخلف اللي هو البصيري والسيرفس السيرفس التالت اللي كان ما ظهرش هنا أنا ظهر الميدال سيرفس وظهر اللاترال سيرفس من الأمام أما من الخلف البصيري والسيرفس ظهر عندي واضح أهو ده البصيري والسيرفس ده اللاترال أو اللاترال بوردر اللي بيسموه انتر اوسياس بوردر انتر يعني بين اوسياس العظام لأن فيه هنا عظمة تانية اللي اسمها الفيبلا فاللاترال بوردر هو نفسه الانتر اوسياس بوردر وقادي الميدال بوردر بتاعنا اللي هو الميدال بوردر ده البستيلور سيرفس ايه اللي موجود في البستيلور سيرفس اذا نظرنا كده هنجد ان فيه اوبليك لاين بينزل من عند الفيبيولار فاشد ويمشي دون ووردز اندي ميديلي هذا الاوبليك لاين يسموه سولية لاين ينزل من منتصف هذا السولية لاين هينزل لاين اخر يمشي فيرتكال فيسموه الفيرتكال لاين ان الفيرتكال لاين يقسم البستيلور سيرفس الى تو هافس الى تو بارت لاترال بارت وميديال بارت بعد كده هنيجي المين للور الاند طب قبل ما اتكلم عن الور اند عاوز ارجع تاني واقول ان الانتيريور بوردر اللي كان اسمو اوتيبيا is absent هنا في المكان ده كان مختفي وحل محله لاين خفيف اسمو فيرتكال لاين كذلك التيبيال تيبروزتي اللي كان موجود في الامام اختفى في الخلف وحل محله السولية لاين نرجع بقى على اللور اند اللور اند اللي كان اهم ما يميزها هو وجود دون وورد برولونجيشن على الميديال سايد واسمو ميديال ماليولاس من الخلف كان يوجد عليه جروف يقع على الباكو ميديال ماليولاس اسمو ماليولار جروف واخيرا هنجد مكان اتصال الفيبيولار على اللور اند في صورة نوش اسمو فيبيولار نوش هذه هي الملامح التشريحية والتضاريس الجغرافية لعظمة التو بي